تفاصيل إصابة ديميمور بمرض خطير فقدت الكثير من وزنها وما تم كشفه محزن للغاية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين خلال الساعات الماضية بإصابة الفنانة العالمية ديميمور بالمرض وخسارتها للوزنة وفي التفاصيل كشفت الممثلة الشهيرة ديميمور عن تشخيص إصابتها مؤخرا بمرض الهربس النطاقي إذ أصيبت أثناء استراحة من تصوير فيلم The Substance وتلعب مور في فيلم الرعب الجديد المقرر طرحه في دور العرض يوم العشرين من سبتمبر أيلول 2024 دور البطولة إلى جانب مارغيرت كوالي إذ تجسد دور سيدة تدعى إليزابيت والعمل من إخراج كورالي فارغت والهربس النطاقي هو مرض طفح جنتي مؤلم يمكن أن ينتقل عندما ينشط فيروس الحماق النطاقي VZV الذي يسبب جذر الماء في أجسامهم بعد الإصابة بجذر الماء بالفعل وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وتحدثت النجمة العالمية ديمي مور في مقابلة حديثة مع صحيفة لوس أنجلس تايمز عن تفاصيل إصابتها بالهربس النطاقي وفقدانها نحو 20 رطل 9 كيلو جرامات من وزنها أثناء تصوير فيلمها الجديد وقالت مور أنه تم تشخيص إصابتها بالهربس النطاقي أثناء استراحة من تصوير الفيلم لمدة أسبوع وقالت لإعطائك فكرة عن شدة الإصابة في أول أسبوع عن ضيته في الإجازة حيث كانت مورغيرت تعمل فقط وصبت بالهربس النطاقي ثم فقدت حوالي 20 رطل ويتفع الفيلم وهو متابعة لأول فيلم للمخرجة العام 2017 بعنوان ريفانج شخصية مشهورة تتلاشى وتقرر استخدام عقار من السوق السوداء وهو مادة تتكاثر فيها الخلايا وتخلق مؤقتاً نسخة أصغر وأفضل من نفسها وفقاً لموقع هولويد ريبورتر وقالت مور عن فيلم داتا بستنز الذي من المقرر عرضه في دور العرض خلال أسبوعين إنما تفعله المرأة بنفسها هو الأكثر عنفاً لقد أخذت السيناريو شيئاً يمثل عنفاً داخلياً شديداً ضد الدهت وأخرجه إلى الخارج بهذه الطريقة التي تسمح للجمهور بالقليل من الموضوعية ثم رؤية ما نفعله بأنفسنا من خلال هذا النقد القاسي المستمر والمقارنة تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين تابعوا كل الأخبار الفنانين تابعوا كل الأخبار الفنانين شكرا